نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج وفر لخصومات موظفي حكومة الشارقة في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة عرضا للتعريف بالخصومات والجهات المنضمة إلى البرنامج ضمن قطاع السيارات ويأتي ذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لدائرة الموارد البشرية من خلال تقديم خدمات مميزة وحصرية لموظفي حكومة الشارقة للاستفادة القصوى من الخصومات التي تقدمها المؤسسات المشاركة بالبرنامج في قطاع السيارات ويستمر البرنامج في إقامة المعارض والفعاليات الدورية في مقار جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة بهدف تعريف موظفي الحكومة بمنافع البرنامج وترسيخ التعاون والشراكة الدائمة بين قطاعات الدولة الحكومية والخاصة هذا وتسعى الدائرة بدورها من خلال هذه المبادرات إلى رفع مستوى رضا الوظيفي وتحقيق رفاهية الاجتماعية وتقديم أفضل المميزات والخصومات والأسعار التنافسية لموظفي حكومة الشارقة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى